الهدف من التغطية الاجتماعية مشي هو الضرب او التراجع او 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 بالعكس هو اننا نوضع جميع المغاربة بدون استثناء بدون فئوية بدون ما نشوف داك المنهجية اللي مشي نفها من قبل درنا تلت سنين خرجنا المرسوم انتاع القابلات ودرنا عام ونص وخرجنا المرسوم انتاع المرويضين الطبيين وكان خصنا 20-30 سنة باش ندوروا على هاد الفئات كلها اللي هي اكتر من نغيرنا المنهجية ومن اللي سيدنا الله ينصروا حددنا لاجندة ومشينا بوحدة الفعالية مهمة وصلنا لهذا القضية. الآن تعويضات العائلية. عيواض ما نقوله ياودي غادي نمشيوا لهذا الجانب او هذا الجانب اخر. جميع المغاربة غادي يستفدوا من نفس التعويضات في نفس الوقت وبنفس القدر وبنفس الشروط. بما فيهم الارامي اللي تستفدوا اليوم. وبما فيهم البرامج الاجتماعية الاخرى اللي كتعتهم. هاد التغطية الاجتماعية البرمجانتها هكي قلت لكم. في 22 هادي نساليوا التغطية الصحية الاجبارية. بطبيعة الحال صحاب الرماد هادي يجيوا ويستفدوا بلا مو بحال نجميع. بحال الصالاري اللي كان اللي يشتغلون بدون اجراء اللي تكلم عليهم السيد الوزير اللي شملهم 22 مرسوم. وبحال جميع المغاربة. يعني انو ارى المام سيرفيس. المام باني دوسوا. افك المام دروة. افيداما الارامي ديست دولة كيف كتكفل بهم اليوم بور واحد. الباني هي اللي غادي تلقى الالية باش تلقى الكوتيزاصي متاعهم. اللي هي تسعاد المليار درهم باش يستفدوا بحالهم بحال جميع المغاربة. اذا من نسماتنا هذا النقاش عن اي تراجعين نتحدث.